اهلا بكم حضرات من جديد معكم اخوكم فادي هنعرف شروط الدخول والخروج من مطار الكويت شروط خاصة بالمقيمين وشروط خاصة بالمواطنين هنتعرف عليها وهنعرف الخلاصة اخر الفيديو لانه فيه اسئلة كتير وفيه ضخبة كتير بس عن مثل المقيمين يا اخواننا يقدر يدخل بالكويت عادي طالما من طاعم الجرائتين حتى لو بلدك مش فتحة مع الكويت او الكويت مش فتحة مع بلدك لسه لانه لسه رحلات بالنسبة للكويت ما فتحتش انا مش موظف في شركة سفريات اخواننا ففي دول كتير كتير لسه ما فتحتش يعني اغلب الكلام على مصر طبعا خاصة مصر لسه ما فتحتش فيه دول تانية لسه ما فتحتش مع الكويت مازال دولة او لدولتين مع القرار الجديد اللي نزلوا تمام مفيش دول تانية فتحت يعني يعتبر لحد الان دولة واحدة بس هي اللي فتحت زيادة عن الملضيف والمغرب اشار سيادة الوزير ان هو هيفتحهم تمام فحتى الان مفيش حاجة فتحت تاني عشان محدش يقول انا ما فتحش دارك لبلدي فيبقى انا مش هقدر اجي فمن بداية الكلام بقول لكم بوضح لكم ان ان شاء الله تقدر تيجي مع الشروط اللي هنشوفها التعميم رقم تسعة وعشرين الفين واحد وعشرين ده من الارضارة العامة للطيران المدني تمام طبعا بعد تقرير وزارة الصحة بيوصل التقرير يعني بعد القرارات اللي بتخدها وزارة الصحة والداخلية بتوصل قرارات نهائيا للطيران المدني لدخول البلاد تمام ده بعيد عن القرارات الاساسية بتاعة وزارة الخارجي الداخلية في الكويت وزارة الصحة في حاجات داخلية مثلا زي فتح المطاعم فتح المحلات التجارية مثلا بقلاش حدود كانت لحد تلات ايام او اربع ايام كانت لحد الساعة تمانية بالليل بس بعد كده بقت مفتوحة فاحنا طيران للناس اللي هي عايزة تسافر وتروح تطلع برا الكويت وعايزة تيجي تمام هنا الى جميع الشركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي بناء على قرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية بدورة الكويت يرجع العلم على الاتي اولا المغادرة من الكويت فيه مغادرة وفيه خدوم المغادرة من الكويت اللي عايزي السماح الغادرة الكويت من دولة المغادرة من دولة الكويت المواطنون عدم بالنسبة لمواطنين الاول عدم السماح بالسفر الاخاري يعني اي كويتي او مادة سبعتاشر بالنسبة للدولة الكويت مادة سبعتاشر والكويتي هم المواطنين تمام عدم السماح بالسفر الاخارج دولة الكويت الا لمواطنين المحصنين باحد اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت والمذكرين بالبند سالسن هننزل سالسن ونشوف ايه التطعيمات المعتمدة طبعا احنا عارفينها من قبل كده وظهور اللون الاخضر بتطبيق مناعة او هويتي ويستسنى من ذلك الفئات التالية واحد الفئات العمرية الغير خاضعة للتطعيم اللي هي لحد سنة ستاشر سنة الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بعذرهم بعذر حصولهم على اللقاح نتيجة نتيجة العزمة الصحية باته الحوامل الشريطة تحصولهم على شهادة تثبات الحامل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة التأكيد على الكويتين على حصول الكويتين على تأمين صحي طيلة فترة لتواجدهم خارج البلاد ويغضي علاج يصاب بالكورونا طيب القدوم الى دولة الكويت اللي عايز يجي دي الكويت عدم قبول اي راكب قادم الى دولة الكويت الا بعد حصوله على شهادة سلبية تثبت خلوهم وفيروس كورونا المستجد شريطة ان تكون سارية على المفعول باتنين وسبعين ساعة من ساعة وتاريخ المسح الفحص الى وقت القبول على على الرحلة يعني معاك لحد الساعة مسلا واحد الفجر رحلتك يوم تلاتة تمانية معاك الشهادة منفروض من وقت ما تعملها لحد ما تتيجي تطلع الطيارة تكون صالحا مش وقت وصولك للكويت ولا تظهر عليه ما يكونش تظهر عليه اعراض مثل الرشح والعطس والارتفاع بدرية الحرارة والكحة ولهي اعراض كورونا عمتا طيب واحد المطمون واقربهم من الدرجة الاولى والعملاء المرافقة لهم ده المسموح الدخول لهم المحصنون الملتقون اللقاح داخل الدولة الكويت وبعد ظهور اللون الاخضر بتطبيق مناع يعني لازم تطبيق مناع يظهر لنون الاخضر يستكمل التزديد بتطبيق شلونك وبمنصة كوت مسافر يعني انا عندي تطبيق هنا حين شلونك وتطبيق مسافر تمام لو انا لو انا جاي الكويت تدسة فقى للمواطنين تمام طيب ايه يطبق على جميع المواطنين المحصنين حجر منزلي لمدة اسبوع من تاريخ وصولهم لدوة الكويت وفي حالة رغباتهم من نهاية الحجر يقوموا باجراء فحص بي سي ار واحد والدفع داخل الكويت يعني مش محتاج الكويت يدفع اخوانا زي ما كون تدفع الاول بالتطبيق لا ما تدفعش بالتطبيق ومش هيظهر عندك التطبيق اساسا فيه اه دافع تمام خلال فترة الحجر وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلوم من الاصابة ان هي الحجر المطبق عليهم يعني انت تجي المطار من اول يوم تدزل فيه الكويت تعمل المسحة وتاني يوم تظهر نتيجتك كده ما فيش حاجر عليك اصلا يعني تقعد بس يوم في البيت لحد ما تظهر النتيجة طيب المحصنون متققون للقاح خارج دولة الكويت ومن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت المذكورين بالمند ثالثة لعدناه يقومون باعتماد شهد طلق اللقاح عن طريق رفعة بمواقع وزارة الصحة واستكمل التسجيل بتطبيق شلونك ومناصر الكويت المسافر يعني الدخول اخوانا برضو للملقاحين خارج الكويت المواطنين لازم برضو ينزلوا يبعتوا امير لوزارة الصحة يسجلوا فيها سيبلكوا ربط التسجيل تحت التطعيم بتاعهم ازا ما كانش حتى مؤتمد في الكويت برضو عالي يعني كمام برضو يعملوا تطبيق شلونك ومناصر كويت المسافر ويطبق على الجميع حجر منزل لمدة اسبوع من طريق وصولهم الى دولة الكويت وفي حالة رقباتهم منهاء الحجر يقومون بجراء فحص بي سي ار تمام آآ واحد والدفع داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر في حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلوم سوا ينهي الحجر المطبق عليهم تمام طبعا دول الملقاحين سوري خارج الدولة اللقاحات المعتمدة في ملقاحين مش معتمد وفي لقاحين معتمد سوري فدولة المعتمد اللقاح المعتمد واخدينه برا الكويت لازم يسجلوا شديدهم برضو قبل مجل الكويت ويستنوا لما يترد عليهم ويستنوا مناعة تظهر بالنون الاخضر عندهم سي الغير محصنون والذي يظهر اللونين الاحمر او الاصفر لهم بتطبيق مناعة او هويتي يستكمنون التسجيل بتطبيق شلونك ومناصد كويت وسافر ويقوموا بسادات قيمة عدد فحص بي سي ار واجراء احدها عند الوصول لدولة الكويت تمام سوري فحصين بي سي ار واحدة اول ما تدخل الكويت والاخر بليوم السلس من الحجر المؤسسي يعني انت لو مش غير محصن وكويتي ودخل الكويت تدخل يعني كويتي محصن مش محصن يدخل بس عندك حجر مؤسسي اسبوع لو انت ما خد كنتش واخدت جرعات سواء معتمدة او غير معتمدة يعني هنشوف لو مش معتمدة ايه اللي هيصير برضو لو مش معتمدة التطعمات هيتتعامل معاملة اللي انت غير محصن من الاخر يعني هيدفعوا سبع ايام قيمة الحجر المؤسسي بالكويت تمام آآ لدى احد الفنادق المحلية المعتمدة والمذكور بنص في نص الكويت مسافر هتلاقيها حال سببت الخلوق من الفيروس كورونا المستجد يستكمل مدة الحجر سبع ايام اخرى بالمنزل ويستسنى من الحجر المؤسسي الفئات المذكورة والبنز رابعا عدنا هنا حلو لحد كده يعني الغير محصنين يعني اللي واخدين ما عندهمش يعني اللي يظهر اللي يظهر اللي يظهر اللي اللون احمر كده غير محصن يعني زيدخل الكويت هيدخل ما فيش مشكلة بس هيدخل الكويت هياخد اسبوع حجر صحي مؤسسي واسبوع تاني بالبيت هيعمل فحص اول ما يبصل للكويت هيدفعوا بالكويت مش هيدفعوا برا وهيعمل فحص تاني بعد اليوم السادس وهيدفع ثمان فندق لمدة اسبوع وبعد اسبوع ياخد اسبوع تاني في البيت اربع داشر يوم حجر الصحي اسبوع مؤسسي واسبوع منزلي من الاخر تمام? طيب جيمة المطلقون اللقاح خارج دولة الكويت ومنوا اللقاحات الغير معتمدة بدولة الكويت المذكورين بالبندس يعملون معاومة الغير محصنين يعني لو انت واخد اللقاح مش معتمد واخده برا الكويت ومش معتمد بالكويت هتتعامل معاومة يعني انت ما تسجيلش وتعالى عادي له كويتي مش محتاج بس برضو بعط لهم الشهادة بتاعت التطعيم بتاعتك عشان انت كده كده لازم تثبت حالتك تمام فبعط لهم برضو سجل برضو في البعط لهم اللينك الشهادة بتاعتك لوزارة الصحة وبرضو هتحجز فندق هتحجز سبع ايام وبعد كده اتنين مسحة وبعد كده هتقعد اسبوع ثاني في البيت اربعة عشر يوم حاجة طيب نيجي لغير الكوتيين اللي هم المقيمين مصري سيلاني هندي باجنجالي اي احد تمام ايه الشروط ليهم المحصنون لما توقعوا اللقاح داخل الكويت طبعا الفكرة النقطة هنا تختلف في ناس مطاعة ما داخل الكويت اوتوماتيك ظهر لهم بلون الاخضر دول مش محتاجين تسجيل يعني انت لو متسع عشان في لابس اللي هون تقطع تعمتين بالكويت هنا وسافرت وعايز ترجع تاني تقدر ترجع انت وريدي ظاهر علامة العلامة الخضرة التطبيق نفسه كله باللون الاخضر عندك انك انت كده تمام محصن وزير فول تقدر تدخل من غير ما تثبت اي حاجة بس اللي تعملو التطبيق شلونك ومنصة كويت مسافر بس تسجله تمام طيب المحصنين ايه اللي هيت ايه اللي هيتحصل لهم انت جاوة جرعتين بتوعك ومعتمدين في الكويت حاليا هنتكلم عن المعتمد في الكويت او يطبق على جميع المحصنين حجر منزل لمدة اسبوع من تاريخ وصوله الى دولة الكويت وفي حالة رقبتهم انهاء الحجر يقومون باجراء فحص بي سي ار واحد والدفع في الكويت لانه هو كده مخيارك يا دفع يا بي سي ار يا اما حجر اسبوع عايز تطلع من اول ما تجي الكويت اول ما توصل الكويت اطلع يعني جلهم في المطالة انا عايز اعمل الفحص النهاردة ولا بكرة اشوف اللي تختاروا مجرد ما تستنى في البيت بس لحد ما تطلع نتيجة الفحص بعد اربعة ساعات بالكتير اربعة وراشين ساعة تطلع من البيت بعد ما توصل لك النتيجة على التطبيق اه شلونك تمام كده تنهي فترة الحجز يعني اما تدفع بي سي ار ومجرد ما تطلع النتيجة بما فيش حجرة عليك يا اما تنحجر اسبوع في البيت لو انت مش عايز ادفع تمن البي سي ار او مش عايز تعمل بي سي ار تاني تمام خلال ويقول لك بي سي ار واحد والدفع خلال بداخل الكويت خلال فترة الحجر وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلوم اللي سوا ينتهي الحجر المطبق عليهم خلاص طلعت سلبية يبقى تطلع من البيت طيب تيه المحصنون المطلقون اللقاح خارج دولة الكويت نركز اخوانا الملقاحات المعتمدة بدولة الكويت اللي في البند التالت اللي هما من الاخر جونسون واكسفورد وفايزر تمام دول معتمدين في الكويت واحد تقريبا او اتنين تاني مش فاكر اسمهم بس هما هما دول السيدين في العالم كله عامة يعني اي واحد منهم دول بس بشروط برضو ما انت مش هتاخد برضو معاك انت تطعيمه خلاص ايه ده اجراءات اللي هتعملها اول حاجة يقومون باعتماد شهادة التلق اللقاح عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة برضو زيك زي الكويتي اي احد مطاع عن برا الكويت لازم من نفس الخبوة على انية تم تثبت اثبات اللقاء تلقي اللقاح الالكترونيا قبل الصعود للطائرة وعند الوصول من خلال امكانية التدقيق الالكتروني كيو ار بدولة الكويت طيب الكيو ار كود ده ايه اخونا ده يعني بصوا هقول لكم عشان بس يبقى ايه في ناس مش سوري في الكلمة مش مش واضح لها مش مش فاهمة يعني انا اسف يعني تمام الكيو ار كود هو بيكون زي كده اهو ده ده مسح ضوئي اللي هو المسح الضوئي لو شهادتك فيها زي دي حاليا في مصر اللي عرفه يعني في مصر ما فيهاش الهند انا زميلي باعتلي في الهند فيها موجودة الكيو ار بس برضو التطعيم بتاعه مش مش معتمد يعتبر او ما عرفش ايه وضعها هيكون برضو قلت له سجل فزارة الصحة وشوف ده هو الكيو ار كود تمام طيب هنا دي اللي دي اللي عايزينها تكون في الشهادة طبعا في مصر لسه ما فيش وبيقولوا هيعملوا كزا معرفش باج الدول ايه واضحها بس المهم الشهادة لو مفاشل كيو ار كود ده سكان ما تبعتهاش ريح نفسك ما تبعتهاش تمام وعشان هتحققوا منها هنا هيتحققوا منها ازاي اصلا انا ممكن اختم وراجة وابعتها للاي حكومة هي دي لا يا اما لو ما نفعش حكاية الكيو ار اتمنى من الدول المفاشل كيو ار سكان او الشهادة بتاعتها مش مش مطلعاها بس ختمها بختم دولتها وبس يعتمدوها كأنها وثيقة مثلا رسمية ودولة الكويت ان شاء الله ممكن تعتمدها لو ما فيش حل يعني اللي كيو ار كود لانه في الناس كتير وغضة تطعيم بس ما فيش كيو ار كود على على الشهادة بتاعتها فان شاء الله ممكن يكون لها حل يعني نتمنى انك انت ممكن تروح توصق الورجة دي بس مش لسه مبدائيا محدش ناقشو اصلا بس ده رأيي مني ممكن تروح توصق تطعيم بتاعك ده في وزارة الداخلية بتاعت بلدك وزارة الخرية بتاعت بلدك وتروح توصقها في الصفارة الكويتية في اي دولة انت جاعد فيها تمام طبعا عشان هيكتم التدقيق الالكتروني بدولة الكويت واستكمل التسجيل بتطبيق شلونك ومناصد كويت مسافر ويطبق على جميع حجر منزلي برضو نفس الفكرة كأنك مطعم في الكويت هو هو حجر منزلي لمدة اسبوع من تاريخ وصولهم الى دولة الكويت وفي حالة رغبة بينها الحجر يقومون بجراء فحص بسي ار واحد والدفع بداخل دولة الكويت خلال فترة الحجر في حالة ظهور نتيجة سلبية يطلع بالسلام ان شاء الله طب سلسل لقاحات المعتمدة بدولة الكويت ايه هي وعدد الجرعات المطلوبة للتحصين وظهر اللون الاخضر بتطبيق مناعة هي فايزر زي ما قلنا استرازينك اللي هو اكسفورد جرعتين وفايزر جرعتين لقاح جرعتين لقاح جونسون جرعة واحدة وعلى ان يتم اربعتاشر يوم بعد الجرعة ما تخدش الجرعة النهاردة تيجي بكرة لا بعد اربعتاشر يوم تقدر تدخل هو عماتل خلاص بدأ بحدش بدأ يذكر اربعتاشر يوم لانه الناس العالم كله عرف انه لازم بعد اربعتاشر يوم من الجرعة تقدر تسافر تمام هنا ربيع عند انفاءات المستثناء طبعا البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت واقاربهم من درجة الاولى زوج زوجة ابناء سواء منفردين او مجتمعين وعملاتهم المنزلية المرافقة لهم يعني الاخوة اللي عندهم مرافقين بس يكون مطاعمين طبعا حلو بشرط ابراز الهوية الخاصة بهم لا صورة لو داخل معاكل حالية كان الاول مطاعمين لدولة لو داخلين مع يعني اللحمان المنزلية لو رايحة او جاي مع الكفيل مش مش محتاجة يعني الحجر المؤسسي بس التطعيم اه محتاجه تمام يعني بس مش محتاجة مع حجر المؤسسي كذا كانت داخل مع كفيلها وحتى يعني لو هم الطعامة تطعيمتين مش محتاجة اساسهم برضو المهم المرضى الكويتين ما بيعطي العلاج بالخارج ومرافق يهم يعني انت لو مريض معاك مرافق لو انت كويتي وفي مريض لا قدر الله معاك وراح معا مرافق بعد ما تيجي هتثبت طبعا انك انت المرافق لا انت ولا هو مفيش حجر ليكم مؤسسي بشرط وجود الشهادة الدلة على ذلك صادرة من المكتب الصحي الكويتي في دولة المقارة تلقي العلاج ته الكوادر الطبية الحكومية والاهلية اقاربهم الدرجة الاولى زوج زوجة طبعا الحكومية والاهلية واقاربهم دولة سواء مقمين كويتي اخوانا يطبق عليهم الكوادر الطبية عشان لو حد الدكتور يقدر يدخل ان شاء الله الكويت تمام هو واهله اولاده زوجته وابنائه يقدر يدخل سواء منفردين او مجتمعين ومفرقين ومرافقين من العمل المنزيبة بالشرط برأس ما يزبط ذلك حتى العمل تقدر تدخل تمام نقاصرون المصفرين بدون مرافق خمسا يلغى هذا التعميم اي تعميم صعب كل اللي فات العيام اللي جابلي كده قلناه يتلغي يطبق هذا التعميم اعتبر من واحد تمانية ما بكرا ان شاء الله الفجر يعتبر بعد خمس ست ساعات من الان تمام ده خلاصة ده طلال المدني خلاصة القرار بتاعه انه الكويتي اول حاجة المواطن الكويتي مادة سبعتاشر والكويتي تمام المواطنين الكوتيين عايز يدخل الكويت لو مش متحصن هياخد حجر واسسي اسبوع تمام هياخد محجر بعد كده حجر بمنزل اسبوع تاني ويعمل بثنين بي سي ار مش واحد لازم ينزل تطبيق شلونك لازم يسجل وزارة الصحة قبل ما يدخل الكويت تب النسبة للغير محصنين محصن كل اللي بتعمل وبتسجل تطبيق شلونك وبتطبيق كويت مسافر قبل ما تدخل الكويت تمام وبعد ما تدخل الكويت لكل اختيار ياما تنحجر اسبوع ياما تعمل مسح مرور ما توصل او تاني يوم ما توصل وينتهي الحجر بعد كده ثانيا الاخوة المقيمين المقيمين اخواننا اي جنسية تقدر تدخل حاليا ما فيش جنسية ممنوعة المقيمين عامة بدون تحديد اي جنسية كله يقدر يجي ان شاء الله هتدخل الكويت لازم تكون معاك تطعمتين من التطعمات المعتمدة بوزارة الصحة لو انت مطاعم في الكويت اصلا مش محتاج تعمل تسجل اي حاجة لو انت مطاعم في الكويت مش محتاج تسجل في اي حاجة سواء كويتي او غير كويتي تمام عايز تيجي تيجي الكويت لازم يكون معاك تطعمتين جرعتين من كذا وجرعة من جنس الجنس الوحيدة من الباقي جرعتين تكون مسجلهم اه بوزارة الصحة ولكنك وزارة الصحة سبهلكم تحت تمام تكون مسجلة بوزارة الصحة بعد ما تستجل بوزارة الصحة طوال ويمكن عليها المصيرين لسه حتى الان ما اعرفش يالوضع حاليا بالصراحة في مصر عندنا. بس لحد ما مايتم لازم يكون يعني ما بتبعتش بوا يبيع لك يعني بعد ما تسجل بتطبيق مناعة سوري بعد ما ما تبعت لوزارة الصحة هيبعت لك طبعا هتبعت موبايلك الكويتي او اي موبايلك اي ان كان عشان تدخل عليه بتطبيق مناعة او تطبيق مناعة بيحتاج منك رقم هيا انت اول ما تجي تسجل هيديك التفاصيل طبعا وتطبيق مناعة شرحناه قبل كده بعد التسجيل هيظهر لك ايه وهتدخل عليه ازاي وبرضو وزارة الصحة سبتولكم تحت تمام اللي عايز يسجل شهاده يسجل عليه اي جنسية يقدر يسجل لكل الجنسيات مش جنسية معينة لينك واحد لكل الناس تمام الشهادة بتاعتك بعد ما نظهر بها ده هتبعتها بعد ما تبعتها هيرض عليك في خلال من يوم من تلات ايام يعني او من يومين تلاتة عمل اقصها عشر ايام مش هيعمو تلات ايام المفروض بس مع الزحمة حاليا ممكن تكون عشر ايام ده تلات ايام كانت وقت ما بداية الناس كانت بتسجل حاليا هيكون عليهم ضغط فنستحمل شوية من تلات ايام لعشر ايام تمام بعد ما تسجل هيطبعت لك كود وهتبعت لك التفاصيل على اساس تسجل تدخل انت على تطبيق مناعنا وتطبيق مناعنا مش هيسجل معاك الا لو كنت مسجل بوزارة الصحة هنا بالكويت او مطلق التطعيم بالكويت هم ربطينه بالشكل ده في الكويت تمام حد مش اي حد يقدر يسجل عليه تمام طيب ايه تاني بعد ما كده هتسجل هتشوف اول ما تدخل هتلاقي نفسك باللون اخضر بن لون الاحمر هتشوف ايه الوضع اللون اخضر تقدر تدخل الكويت هتعمل مسحة قبل ما تيجي بتلات ايام بعد ما تدخل كمقيم بعد ما تدخل هيكون ليك مسحة عايز تاخدها كده ما فيش حجرة عليك الا بعد ما تطع يعني الحجر هو وقت ما تسوي المسحة النهاردة اول ما تبصل طلعت بكرة تخلص الحجر طلعت بعد وتخلص الحجر طلعت بعد ساعتين خلص الحجر بالنسبة لك كله هيكون على تطبيق اشلونك طبعا هتكون مازلت تطبيق مسافر وتطبيق لشلونك مع بعض. وكده كله يجي بالسلامة ان شاء الله. واتمنى اكون افادكم ما اي سؤال تحت امركم ما اي حاجة عايزين شرح اكتر من كده عايزين توضح اكتر من كده في هم. قولوا لي وانا تحت امركم. واشوفوشكم بخير ان شاء الله. وتيجوا بالسلامة كلكم. والله معكم وعينكم ان شاء الله.